اشتركوا في القناة وانطلقنا بعد أن ننتهي من التمرين من هذا التمرين ننتقل إلى التمرين الذي بعده ننتقل إلى التمرين الذي بعده وهو أيضا أكمل الجدول بكلمات من الجمل الآتية إذن أكمل الجدول بمعنى أستخرج أكتب في هذا الجدول كلمات استخرج من هذه الجمل التي تكون أمامي سبق وأن شرحنا اللام القمرية واللام الشمسية والتاء المفتوحة والتاء المربوطة نبدأ الآن بأول بأول فقرة وهي اللام القمرية اللام القمرية نستخرج الآن أو قبل بداية الفقرة الأولى نقرأ عليكم الجمل التالية أرجو التركيز علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت ففرحت ننتقل إلى الجملة التالية استيقظ استيقظ فواز وتناول وجبة السحور مع أسرته إذن استيقظ فواز وتناول وجبة وجبة السحور مع أسرته مع أسرته ننتقل الآن إلى الاستخراج ونرى ماذا لدينا الفقرة الأولى اللقمرية القمرية وتسمى اللام القمرية إذن نستخرج القمرية من الجمل التي أمامنا المطلوب ثلاث ولكن نستخرج ما نستطيع ثم نختار ثلاث ونبدأ بكتابتها في الجدول إذن علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت أين الكلمة التي بها اللام ثم أحدد هل هي شمسية أم قمرية أحسنتم الأسرة الأسرة كلمة بها نطبق القاعدة نطبق القاعدة وهي اللام هنا ساكنة أحسنتم اللام هنا ساكنة أيضا الحرف الذي الذي بعد اللام وهو الهمزة متحرك وعلامته أو حركته عفوا وحركته الضمة ولكن هل هو مشدد؟ أحسنتم غير مشدد غير غير مشدد إذن هنا اللام شمسية أم قمرية أحسنتم لام قمرية هل لدينا هل لدينا كلمة تبدأ بألف هذه الجملة ليس لدينا إلا الأسرة ننتقل إلى الجملة الأخرى استيقظ فواز وتناول وجبة السحور مع أسرته وجبة السحور مع أسرته أحسنتم 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 هنا لدينا السحور نطبق القاعدة هل هي لام شمسية أم قمرية نرى حرف اللام هل هي ساكنة نعم أحسنتم ليست ساكنة وليست لديها أي حركة الحرف الذي يليه أحسنتم مشدد الحرف الذي يليه مشدد أحسنتم أيضا كتبت ولكن لم تنطق وجبة السحور وجبة وجبة السحور إذن هذه لام شمسية أم قمرية أحسنتم هذه لام شمسية نكتب الحل الأول الأسرة ونكتب الحل الثاني السحور آمل توجيه الأبن بكتابة الإجابة بوضع خط تحت الكلمتين أيضا بكتابة الإجابة في المكان المخصص مع قراءتها ضروري القراءة أثناء الكتابة ننتقل الآن إلى التاء المفتوحة ننتقل إلى التاء المفتوحة نستخرج من الجمل كلمة انتهت بتاء مفتوحة كلمات انتهت بتاء مفتوحة إذن علمت علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت أحسنتم التاء مفتوحة المفتوحة علمت علمت الأسرة بدخول شهر رمضان أحسنتم أحسنتم ففرحت بتاء مفتوحة بتاء مفتوحة نقرأ الجملة التالية ونرى استيقظ فواز وتناول وجبة السحور مع أسرته وجبة السحور مع أسرته أبحث عن كلمة تكون أو كلمة انتهت بتاء مفتوحة كلمة انتهت بتاء مفتوحة أحسنتم لا يوجد لدينا كلمة في هذه الجملة انتهت بتاء مفتوحة يجب أن تكون انتهت بتاء مفتوحة إذن التاء المفتوحة علمت وفرحت كان عندنا أو أصبح لدينا كلمتين علمت وفرحت أيضا آمل توجيه الإبن أو الطالب إلى كتابة جميع الطلاب إلى كتابة الكلمتين مع قراءتها علمت ففارحت علمت ففارحت أحسنتم ننتقل الآن إلى التاء المفتوحة ننتقل الآن إلى التاء عفوا إلى التاء المربوطة ننتقل إلى التاء المربوطة تحدثنا عنها قبل قليل أو في درس سابق عفوا في درس سابق عن التاء المربوطة نهاية الكلمة وكم صوراها علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت هل لدي كلمة أنتهت بتاء مربوطة أحسنتم أيها الأبطال الأسرة الأسرة كلمة انتهت بتاء مربوطة كلمة انتهت بتاء مربوطة ننتقل إلى الجملة الأخرى استيقظ فواز وتناول وجبة السحور مع أهله مع أسرته وتناول وجبة السحور مع أسرته أحسنتم وجبة أحسنتم وجبة هذه طريقة الاستخراج من النص أو من الجمل بهذه الطريقة إذن الأسرة تام مربوطة أتت في نهاية الكلمة أيضا وجبة تام مربوطة أتت في نهاية الكلمة ونركز عليها ونركز عليها نكتبها في المكان المناسب تام مربوطة وهذه صورتها الإجابة الأسرة وجبة أمل توجيه الأبن بكتابة الكلمات وكتابة جميع الكلمات مع قراءتها مع قراءتها أحسنتم أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين ننتقل إلى التمرين الذي يليه نتحدث الآن عن الخط نتحدث عن الخط هذا التمرين المهم المهم فيه هو الكتابة بالشكل الصحيح والكتابة بصورة سليمة صحيحة بمعنى أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكلي ما معنى مضبوطة بالشكلي؟ ما معنى مضبوطة بالشكلي؟ أي بالحركات كاملة بالحركات كاملة لا تقتصر على نهاية الكلمة أو لا أكتفي بنهاية الكلمة وإنما أكتب الجمل الجملة كاملة ولا أهمل الحركات وهي من مؤقصود بالشكلي أيضا أثناء كتابة الكلمة بعد كتابة الكلمة والانتهام من الكلمة أضع فورا على الكلمة الحركات أول بأول فمن الخطأ أن أكتب الجملة كاملة ثم أبدأ أعيد أضع الحركات والنقط على الكلمات هذه من الأخطاء التي يجب على الطالب الابتعاد عنها والتعود عليها من الآن منذ بداية الصفة الأول بحيث أن يكتب الكلمة ونقاطها معها أول بأول أيضا الحركات لا ينتقل الكلمة الأخرى دون أن ينتهي من الكلمة الأولى في الحركة في النقط إلى آخر ويكون كتبها بالشكل الصحيح النقطة الثانية أن يعطي كل حرف أن يعطي كل حرف حقه في الرسم بمعنى حرف القاف مثلا قال الأب قال الأب فقال حرف القاف لا يكون كبير ولا يكون صغير متوسط يرتفع عن السطر بالمناسبة السطر الأساسي الذي نكتب عليه هو الذي باللون البرتقالي كما يظهر لكم على الشاشة الآن هو الذي باللون البرتقالي وهو هذا اللون نعم هذا هو هذا اللون البرتقالي هو السطر الأساسي هو السطر الأساسي الذي يعتمد الطالب عليه في الكتابة يعتمد الطالب عليه في الكتابة أضف إلى ذلك كتابة يجب أن يعتمد أو يجب أن تعتمد عزيزي الطالب على الكتابة على السطر باللون البرتقالي النقطة الثانية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن حرف كلمة قالة على سبيل المثال كلمة قالة أكتبها على السطر بمعنى أن حرف القاف لا يكون يصل إلى الخط الأخضر فهذا ليس مستواه فليس مستواه وليس بالمكان المناسب له ولا أجعله قصيرا جدا ولا أجعله قصيرا جدا بحيث فعسابي المثال لا أجعله قصيرا جدا بهذه الطريقة ولا أكتبه بهذه الطريقة ولا أكتبه بهذه الطريقة إذن أكتبه بمتوسط أنظر له ثم أبدأ أكتب بهذه الطريقة الألف يكون له ارتداد أو ارتفاع إلى الخط الأخضر اللام بنفس الطريقة اللام ينزل قليلا إلى السطر الأزرق وطبق هذه القاعدة مع جميع الكلمات ولا أنسى علامات الترقيم ولا أنسى النقط إلى آخره وأحسن وأجمل خطي وأترك مسافات بين الكلمات التمرين الأخير التمرين الأخير لدينا أو قبل الأخير عفوا ألاحظ الجملتين وأقرأها أقرأ الجملتين التاليتين مبارك يا نورة مبارك يا نورة الجملة التالية تجمع الأطفال في الحديقة تجمع الأطفال في الحديقة ألاحظ الجملتين بمعنى أقرأها أكثر من مرة ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمين بعد أن قراءتها طريقتها واضحة بعد قراءتها أكثر من مرة فأقتصر على الجملة الأولى أقرأها ما بين الثلاث إلى خمس مرات إلى سبع مرات لا مانع لا إشكال في ذلك ثم أبدأ أكتبها في دفتري من الذاكرة القريبة بحيث أن بعدما أنتهي من القراءة لا أعود وأنظر إليها فأكتبه كلمتين بسيطة مبارك يا نورة ثم أكتبها في دفتري مبارك يا نورة وأعود وأنظر إليها هل كتبتها بالشكل الصحيح وإن كان يوجد بها خطأ أقوم بتصحيح الخطأ بحيث أن أكتب الكلمة على طرف الدفتر أو في مكان مخصص بالدفتر وأكرر الكلمة مع قراءتها دون كتابة دون قراءة لا يوجد فائدة لا يوجد أي فائدة لكن أكتب الكلمة مثلا أخطأت بكتابة مبارك لم أضع ألف المد أعيد وأكتب مبارك ثم أكررها وأنا أقرأ وأركز على الخطأ الذي أخطأتكي لا أعيد ولا أكرر بنفس الطريقة و بنفس الأسلوب أكررها مع الجملة الثانية تجمع الأطفال في الحديقة تجمع الأطفال في الحديقة أبدأ بالجملة الأولى ثم الجملة الثانية ثم الجملة الثانية وكالعادة نهاية كل تمرين ونهاية كل تقويم يكون نديني إلا يكون ندية إملاء أكتب في دفتري ما يملأ علي معلمي أختار أنا أوجه ولي الأمر باختيار مجموعة جمل من النصوص التي درسناها في هذه الوحدة ويكتبها الطالب في دفتره إملاء غيب دون أن نظر إليها واختبار مدى قدرته على التركيز في كتابة الكلمة وهو يسأل أول مرة هذا ما تمكننا به اليوم وأنهينا مادة لغتي وأنهينا بنهاية هذه التمرينات والتقويم التجمعي أنتهينا من مادة لغتي الفصل الدراسي الثاني أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة وأن ينفعكم بما تعلمتم وإلى أن نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة